اشتركوا في القناة وتدل على الاخبار السارة واحيانا تدل على الترقية في العمل واحيانا تدل على الزواج واحيانا تدل ايضا على الحملي بالنسبة للمرأة المتسوجة اذا رؤية القطة الصغيرة عموما محمودة بل وتدل على اشياء كثيرة كلها محمودة ده بالنسبة للقطة الصغيرة الهادئة اما رؤية القطة في المنام مشاكسة وغير هادئة وعمالة تتنطط وانت في المنام شايف ان انت غير راضي عن هذه القطة ومن تسعيد برؤية هذه القطة هذه الرؤية ومع شديد الاسف غير محمودة تدل على سوء الحظ وتدل على المشاكل والعقبات التي سوف تقابلك في حياتك بيع القطة في المنام تدل على انفاق المال بدون تفكير وبدون حكمة وقيل احيانا تدل على الفقر مهاجمة القطة في المنام تدل على وجود شخص يريد المكر بك والاذية اما خرباشة القطة في المنام هذه الرؤية تدل على بعض المتاعب في الحياة اما ملاحقة القطة ليا في المنام تدل على وجود شخص ملاسق ليا في الحقيقة هذا الشخص المخادع يريد ان يخدعني اما الكلام مع القطة في المنام هذه الرؤية تدل على ان هناك شخص سوف يقول لي كلام اصدقه وهذا الكلام غير صحيح فهو شخص كذاب وماكر ومخادع لكن رؤية ان انا بتكلم مع القطة دي رؤية تحذيرية في شخص مقرب منك في الحقيقة هيقول لك كلام الكلام ده انت هتصدقه وبعد كده هتكتشف ان هذا الكلام كله كذب رؤية القطة البيضاء بالنسبة للمرأة الحامل هذه الرؤية تدل على التمأنينة تمأنينة من ايه؟ ما الذي يشغل المرأة الحامل غير قضية الولادة والحمل؟ فرؤية القطة البيضاء للمرأة الحامل تدل على التمأنينة وعدم القلق وعدم التوتر في قضية الولادة وقيل رؤية القطة البيضاء بالنسبة للمرأة الحامل تدل على المحافظة على المال إن شاء الله تبارك تعال دي كانت بعض الرؤى عن القطة الصغيرة طبعا لو رجعت للقناة منذ ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ما يقرب من سنة تكلمت عن القطة والقطة وإلى آخر في فيديوهات كثيرة جدة راجعها إن شئت لكن الكلام النهاردة كان على القطة الصغيرة فقط تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته